اشتركوا في القناة صحة وسعادة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن في هذا البرنامج نفتح فاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال أراكم ولاحظاتكم واختراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فأسعد الله وقاتكم بكل خير ونتمنى إن شاء الله يكون أسبوع عامر بالإنجازات عامر بيعني الكثير من المواضيع والأحلام اللي تودون أنكم تحققونها أرقام التواصل معنا تخبركم عنها الدكتورة ندى الملة صباح شاء الله بالخير دكتورة يا صباح الورد ويا صباح الجمال يا صباح الأحد اللي يحبه كل أحد كل أحد لازم نحبيه من الأحد لنا أول يوم في الأسبوع توني من إجازة نهاية الأسبوع نبتدي بطاقة إيجابية عشان يمشي معنا الأسبوع بشكل جميل أذكركم برقام التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام بس أذكركم أنهم تتواصلون معنا تواصلوا معنا لبداية البرنامج عشان يكون في مجال نأخذ السؤال الطبي والناقشة ويكون في سؤال طبي واحد يفتح مجال لأسئلة وايدة عشان نعطي موضوع حقه فتواصلوا معنا من البداية مؤخر خمس دقائق زين هني أحمد يقول أنا ما أحب الأحد ولا أداني حرام لا مو زين لا لا لازم نحبه لأن نفكر فين هو يوم مثل باقي أيام الأسبوع عشان تعالي محمد شيستوي يعني ليش دائما نركز أنه واحد يكون طاقة إيجابية من الأحد لأن نحن لما نفكر أنه هو الأحد وأول يوم ووجده من الأسبوع طويل وما لحد أستانس بالإجازة أوتوماتيكيا جسمنا يترجم هذه إلى ذبذبات سلبية فتحس فعلا أنت تعبان تلاقي حتى نشت الصبح يوم الأحد صعبة مع أن تكون أنت مو بسهران الليلة اللي قبلها بس تحس أن أنت مرهق ومجهد وما لك خلق الدوام وملان فبينما لما تبتدي بطاقة إيجابية وتفكير إيجابي شو اللي يستوي جسمك يترجم هذا إلى ذبذبات إيجابية بالتالي يكون عندك طاقة أنه أنت تنجز بالتالي ما يضع علي الأحد يكون يوم ضايع تلاقي معظم الناس عندهم الأحد ترى يوم ضايع لأنه بعدهم يسخنون يسخنون مثلا اللاعب اللي يسخن يسخنون عشان يبتدي عندهم الأسبوع طيب دكتورة اليوم تحرطمين على الصبح بلات لازم الأحد الصبح يعني واحد شوي يتحرطن عن المواضيع العامة عشان بعدين خلاص يطلع الطاقة السلبية ويبتدي بطاقة إيجابية يقول أنا عشان تيفيني عقدة أول يوم بعد الويكن ما أحبه بس باقي الأيام أتوانس فيهم نزيل ما أتكلم هنا عن شغلة دكتورة الي هي خاصة بالالتواءات والتمزقات شو المفروض نحن نسوي ونحن بيكون منتشر عشان الإجازة ويديون عنهم التواءات نزيل تعدل التواءات والتمزقات من الإصابات الشائعة التي تتشارك علامات وأعراضها بشكل مشابه ولكنها تصيب إزاعة مختلفة من الجسم الالتواء شد بالأربطة أو تمزقها والأربطة هي شرائط قوية من الأنسج اللي فيها التي تصل عظمتين معا بالمفاصل ويعد الكاحل للمكان الأكثر شيوعا للإصابة بالالتواءات أما التمزق فهو شد بعضلات أو الأوتار أو تمزقها والوتر هو الحبل اللي في من الأنسجة التي تصل العضلات بالعظام ويحدث التمزق غالبا أسفل الظهر وفي العضلة البضية التي توجد خلف الفخذ ويتضمن العلاج الأول لحالات الالتواء والتمزق اللجوء إلى الراحة واستعمال الثلج وضمضات الضاغطة ورفع الجزء المصاب ويمكن أن تعالج حالات الالتواء والتمزق الخفيفة بالمنزل أما الحالات الحادثة تطلب في بعض الأحيان إجراء جراحة لإصلاح الأربطة أو العضلات أو الأوتار دكتورة شو الأعراض اللي يتينا بخصوص الالتواءات طبعا التواءات أشهر شيء مثل ما قالت التواء الكاحل ونشوفها دائما في الإيادات شو أشهر أعراض مالتها التواء الكاحل في أربع درجات الكعب ينكسر لا ما ينكسر لا هذا آخر آخر مرحلة أول شيء كمس التواء بسيط السبب يعني الكعب الحرمة ها الكعب الحرمة الرياضة كرة القدم واديون أولاد شباب بسبب كرة القدم يسوي التواء في الكاحل كيف يسوي التواء لما تركض او تمشي Hitler يريلك على برد هذه السبب التواء الكاحل الدرجات يكون مالتا يا يكون ألم فقط لا يكون فيها الزرقاق في الجلد أو غيرها فقط ألم في درجت لم تكن بعدها لا يكون فيهاربز زرقاق في المكان وإحمرار بعدها ليكون الألم ربص شديد واحمار منحط ريلا ودرجة الرابعة يكون فيه تمزق يعني من الدرجة الأول إلى الثالثة ليس الجد في هذه البشاة ولكن الدرجة الرابعة يكون فيه انقطاع في الرماط هذه بالنسبة للتواء. التمزق التمزق صراحا ما نرى تمزق وايد في العيادة بالعادة تتحول الحوادث لكن التمزق يستوي متى نرى حالات معينة من التمزق الناس اللي مرسون الرياضة مع الأثقال اللي لم يتمرن وايد أو ما عنده مدرر ممسخن أيوة ممسخن ممحمي يعني قبل التمرين يشل الثقل مرة وحدة يستوي شد مفاجئ في العضلات فيستوي في انقطاع في العضلة خاصة في أسفل الظهر. متى ينبغي علينا زيارة الطبيب في كل الحالات محمود حتى في الالتواء البسيط لأنه أحيانا شي يكون الالتواء البسيط يبتدي كبسيط لأنه في ناس ترى طبيعة جسمهم يسمون يعني مثلا أنا عندي عندي تحمل للألم لين درجة مثلا سبعة مثلا شخص طيب مثلا محمود مثلا درجة اثنين يحس انها والألم وايدة كمثال يعني. فدائما نقول تعالوا احنا نفحصكم ونقرر احنا نقرر ممكن ان قوة تحملي للألم ادخليني يحس ان الألم هذا عادي بس يكون تحت فيه تمزق يمكن يحتاج علاج رباط او شي. تعالوا العيادة ونشوف المكان التواء. بالعادة معظم الالتواءات يحتاج الربط. اهم شيء الربط. الناس دائما تقول دكتور ليش ما يقينا التواء لازم نربط. ها سؤال واي مهم. لاننا احنا لما تسوي التواء في العضلة فالعضلة يسوي نوع منواع الورم تورم شوي. والعضلة محاطة بغشاء. هذا الغشاء يسوي عليه الضغط من تورم العضلة نفسها. لما انا اربط المكان فمثل ما نقول نضب العضلة يعني. فيخف التورم بالتالي يخف عندكم بالألم فالرباط شيء اساسي الرباط لازم نحطها طول اليوم وقت النوم ممنوع يكون فيه رباط حتى لو حس يتموا بشديد. لازم ينفك رقم اثنين. لازم فيه ثلج. استخدام الثلج مع الالتواءات عشان يخفف الورم حبوب الألم انناخذها والراحة مع الالتواء دائما ننصح مع الالتواء الراحة. يعني حتى تحاولوا ما تمشون عليها وايد. عكس شد العضلات العادي. لما واحد يكون عندنا ألم في الظهر بيسابة مثلا قاعدة فترة طويلة أو حركة غلط سواها. دائما نقول اتحرك. بس مع الالتواء خصوصا في الكاحل نقول لازم الراحة. انت بروحت السليم بروحت الجاوبين. هي لحب. خلينا اسأل عن طرق الوقاية دكتورة عشان أنا ما يصبني اي تمزق او اي التواء طبعا اولا اختيار الحذاء المناسب للتمرين المناسب. يعني ما سير امشي والبس اكبر خطأ نشوفه. يمشون بتكرمون نعاصة طاحي. مو حذاء مخصص للمشي. لازم يكون حذاء مخصص للمشي. والجري لأحذية مختلفة. لازم كل شي لا حذاء خاص فيه. رقم اثنين. التحمية قبل ممارسة التمرين الرياضية شي ضروري. لما احنا نحوي نحمي شو اللي يستوي. فانا اجهز العضل يعني انا اشد العضل بدرجة معينة عشان ما يصمي تمزقات في العضلة. ورقم ثلاثة. عدم ممارسة التمرين العنيفة. من غير توجيهات مدارة. من غير ما يكون فيه تدرج. ودمتم صحة وسعادة ان شاء الله. انزين. بعدنا ما خلصنا. اه ما خلصنا. لا في اشي يعني اغسلت عنها. قولي. طيب. الحين الساعات الواحد يمشي ممكن تلتويري لشوية. لكن ما يحس بألم. هي. انزين. او ما يصيب اي تمزق او اي شي. هل هذا لا علاقة بقوة بنية الشخصة وهذا العضلة مثلا. لا محمود. احتمال يكون التواء اصلا كان بسيط. في التواء بسيط. وفي ناس ما شاء الله من كذا. في ناس ترداما تلتويري لهم. في ناس معين عيادة. لا. طبيعة جسمهم. لما يمشون تلتويري لهم. فيتكون جسم خلاص متعاود. لكن خصوصا او في ورم او في ازرقاق. هذا لا تتجهن العيادة. لا تهملون لان الورم ممكن يحمل تحت فيه تمزق. الازرقاق ممكن يكون فيه تمزق بعد مستوي فمستوي ان الدم وصل تحت الانسجة. فهذا لازم تروحون للعيادات. طيب شو افضل التمارين اللي ممكن انا سويها لمعالجة التمزق او الالتواء يعني بعد ما صار ورحت الطبيب وكذا. شو التمارين لازم نسويها عشان بس. بعد الالتواء والتمنزق مباشرة الراحة. لازم تسوي اي تمارين. لازم ترفع ريلك الجزء المصاب. سواء كان ريل سواء كان كتف وراحة. بعد هذا ترجع او شي المشي ثم تزيد تدريجيا على حسب الاستطاعة. يعني فيه ناس صابهم التواء بسبب تمرين رياضي معين. لما يرجع لما يستويه بخير يرجع لنفس شدة التمرين القبلي. هذا خطأ لان الجسم محتاج فترة لما ان انت اتمرن العضلة مرة اخرى عشان ما يستوي تمزق مرة ثانية. وطبعا لو استويه تمزق اول مرة عندك قابلية يستوي تمزق ثاني وثالث ورابع مرة لان المكان صار ضعيف. طيب الجوتي وانتو كرامة وايد مهمة ثم ذكرت الدكتورة. حتى الدكتورة فيه العاب الكورة مثلا فيه ملاعب معينة. فيه احذية خاصة بالملعب اللي فيه عشب طبيعي كرة القدم بعد صح فيها اللي فيه عشب صناعي فيه احذية خاصة فيها. لانا صارت عندنا اصابات يعني الناس اللي يستخدمون الاحذية الخاصة بالعشب الطبيعي ويلعبوه على العشب الصناعي. التواء التواف الركبة التواف الكاحل لازم يصابه سبحان الله يعني مسألة وايد ضرورية الواحد ما ياخذها بشكل اعتباط. انها لعيبة تندية يعني كانوا في المنتخب وكانوا كذا بعد يحملون هذه الشغلة وتصير عندهم هذه الاصابات. صحيح عموه ما يطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله ما يتواصل معاكم شو يضحك ناصر لا لا قل لي قل لي الحين تطالع شي على هو عموه ما يطلع فاصل وبعد الفاصل ما يرجع لكم ان شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر رضاعتكم مميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا لستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام في حد على الإنستجرام قاعد يقول صباحة معجنات جبن ليش يا جماعة ليش وبعدين قال السؤال خارج الموضوع خلعت درس العقل الخميس وسؤالي عادة الحين أشرب ببسي ليش ليش نشرب مشروبات غنية بالسكريات شربوا ما يا جماعة أنت ليش مع صباح ليش يقول معجنات جبن من الصبح عموما ما نصير عن موضوع جدا جميل ما نتكلم عنه الحين حيث يعد قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي من أول الأقسام الطبية على مستوى الدولة اللي تقدم خدمات استئصال الغدة الدرقية والغدة جارة الدرقية بواسطة المنظار نزيل طبعا هذا وفق أحدث البروتوكولات والممارسات الطبية العالمية صحيح للحديث عن هذه الخدمة وهميتها ودورها في تعزيز السمعة والمكانة العالمية لمستشفى دبي كوجهة مفضلة للسياحة الصحية يصرنا مكون معانا في الستوديو الدكتور ياسر أمين عبداللطيف استشار الجراحة بمستشفى دبي صباحك كورت دكتور حياك الله في الستوديو وهي تقوم بوظائف هامة خالص يعني منها بتأثر على القلب والأوعية الدموية وعلى عملية الأيط الأيط اللي هو نحن نسميه بيز المتوباليكريت اللي هو بيساعد على الطاقة في الجسم وبيستاعد برضو على العضلات الهيكلية وبتلعب دور ضخمة جدا في الوزن والحميل وبتلعب في الاستقلاب بتاع الكالسيوم والبوتاسيوم فهي غدة مهمة جدا الغدة أصلا متواجدة في العنق في أمام القصبة القصبة الهوائية وهي عبارة عن فصين وبرتبط بفص في الوسط وبحصل لها كنترول عن طريق الغدة النخامية اللي هي موجودة أسفل الدماغ غدة مهمة جدا للجسم الغدة الجارة الدرقية آه كويس الغدة الدرقية هي عبارة عن أربعة غدات موجودة جارة فعلا للدرقية فسمى الغدة الجارة الدرقية وبتلعب دور مهم جدا جدا بالنسبة للكالسيوم صحيح في الجسم دكتور أحيانا نروح للخدمات التي تقدمونا في قسم الجراحة متى بديته خدمة استئصال الغدة الدرقية في مستشفى دبي؟ هو حقيقة هيئة الصحة زي ما كانت تسمى دائرة الصحة الطبية في دبي فيها قسم الجراحة العامة كان أصلا أساسه في مستشفى راشد ومن 2006 حدد أناظر يعني قسم آخر للجراحة العامة في مستشفى دبي وفي مستشفى دبي في وحدة القدة التي هي من أكبر الوحدات الموجودة على المستوى الدولة وبالتالي كل المشاكل التي تنور على القدة تحتاج لعملية جراحية يلجأوا للمساعدة من قسم الجراحة العامة صحيح فطبعا العلاج الجراحي بالنسبة للقدة هو آخر علاج صحيح أصلا القدة تمر بمراحل مرضية بتعالج علاج تام عن طريق العقاقير صحيح وبرضو عندنا الطب النووي عندنا قسم ممتاز جدا داخل دبي صحيح وقسم الأنسجة وقسم الأشعة كل الأخصام تتعامل في الحالة المرضية وبالتالي إذا وجدنا أنه ما في مفر من الجراحة فمنكم بالعملية الجراحية صحيح متى تشوفون أنه ما في مفر دكتور؟ شوف الغدة طبيعي من الطبيعة بتاعتها أنه تفرز هرمون السيروكسين والكاسوتونين لما يزيد لما ينقص الله يكرمك شوفت لما يزيد بطريقة ضخمة وما يقدروا يتحكم عليها عن طريق العقار أو الطريق عن الأشعة النووية فبيلجوا لعملية الجراحة لأنه زيادتها في خطورة جدا جدا على الشخص صحيح نحن نعمل كل العمليات الجراحية بالنسبة للغدة وطبعا تحتمد أي نوع من الأنواع على الحالة المرضية مثلا نأخذ جزء من الغدة أو نأخذ الغدة كلها أو مرات مرات إذا كان في مرض سرطاني نأخذ الغدة نأخذ الجارة الأرقية اللي هي بسموها العقاد الإنفاوية نعم فتحتمد على الحالات صحيح نعم نحن دكتور نحن نتكلم اليوم عن إزالتها بالمنظار شو فرق بين منظار وبين الجراحة العامة التقليدية القديمة ما في أي فرق المنظار هو يعني ما بتخلي المريض يكون بمعنى طبعا نحن نعلم تماما أعراق ما بعد الجراحة التعب اللي ممكن يصيب المريض ما بعد الجراحة بحكم أن المنظار شك شك صغيرة كما تعلمون أن الجلد هو مركز الإحساس صحيح فنحن نتفادى الجرحة الضخمة الموجودة على الرقبة صحيح مما يؤدي إلى آلام فبالتالي بنعمل العملية عن طريق الإبط وهي العمليات دي في الحقيقة ابتدت تصهر في أواخر الغرنط سابق نعم ونحن من أوائل الناس في منطقة الخليج ابتدينا تعضب يعني نبتدي هذه الخدمة هي حقيقة ابتدت أول محاولة كانت في 2019 لكن من نهاية 2015 و2016 ابتدت الخدمة هي عمل استئصار الغدة عن طريق الإبطة نعم منقوش عن طريق المنظار هي عملية يعني أكثر دقة لأنه يتعامل مع الغدة بغضوح وأنا أعتقد كم تستغرق العملية هذه؟ هي تستغرق بين ساعة ونوص لساحتين ونوص تهتمد على أي جزء أنت ستأخذه منها طيب دكتور ما أدري فيه إجراءات معينة أو نصائح معينة أنتوا تقدمونها للمريض قبل إجراءة هذه العملية؟ نعم 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 طبعا قبل ما نحن نقوم بعملية العملية الجراحية الغرار بيتم عن طريق نحن نسمعه MDT ميتينج اللي هو عن طريق عدة تخصصات اللي هي خصائنا القدم الجراحة الطب النووي الأشعة الأنسية نعم بنغرر أي نوع من النوع العملية تتعمل وبعد كده بنحسب الرسمنجمنت اللي هو بنسميه الخطورة خطورة العملية وبالتالي بنكلم المريض بكل الأشياء ده واحد اتنين إذا كان المريض جاي بمثلا سبب مرضه إفراط عالي جدا في الغدة بنضطر ندخل المريض قبل العملية بيومين 3-4 عشان نقلل المضاعفات أثناء العملية وما بعد العملية والحيادة دي كلها بتشرح للمريض شرح كامل كافي صحيح طيب فضل محمود فيه سؤال هنا سامحيني الدكتور يقول شو دور مشاكل الغدة الدرقية في المخدر الموضعي هل يحتاج الطبيب إلى تغيير جرعة إبرة المخدر في حالات علاج الأسنان اللي تتطلب وضع تخدير مثلا فيه العلاقة نحن بنعمل العمليات اللي هي نحن نسميه اللي هي العمليات ابتمة عن طريق المنظر بنعمل عن طريق التخدير العام ونحن حاليا في دبي بنجري برضو عمليات مثلا جرعة الدرقية في حالة مريض التخدير العام فيه خطورة عالية بالنسبة اليوم نعم فنلجأ لأنه نعمل عن طريق التخدير الموضعي وفي أغلب الأحيان ننجح تماما أنه نستأصل الغداء لكن نحن نفضل أن تكون تحت التخدير العام صحيح نعم نحن دكتور ما بعد العملية لما الشخص تم استقصال الغداء درقية كاملة كيف يقدر التهيئة ليعيش حياته من غير وجود الغداء درقية أمية بالمية يعني شو الدصائح كيف خطط العلاج مالته كيف المتابعة تكون لبعد استقصال الغداء سؤال مهم جدا طبعا طبعا قداء مهمة جدا نحن أصل متعامل كاتيم كامل من مريض صحيح نعم فبعد العملية المريض يتابع عن طريق أخصائي الغداء بيشوف أنه الهرمون بتاعه نازل بيدو سايروكسين بيتابعوه ويتزا لايف لونغ يعني هي طول الحياة بالضبط وده لازم يكون المريض يعني يعني واعي بالأشياء دي في نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة العمليات بتعمل بالمنظر طبعا هي من ناحية التجميل تحتبر عملية رائعة جدا صحيح الألام المريض تاني يوم ممكن يمشي البيت بضح لكن نحن نحسه حاليا في اللونغرين ده السبب المخلان نحن نعلن عن العملية عشان در نشوف الآوت كما النتائج بتاعت العملية ونتائج محترمة جدا نتائج يعني ممتازة جدا للغاية لكن برضو في بعض الأعراض يعني المريض بعد العملية ييجي بأورام شوية اللي نحن نسمعه سيروما اللي هو بيكون في مية تحت الجلد نعم بتدوه شعور بتاع ديسكمفورت يعني عدم راحة عدم راحة عرفتي كيف والحقيقة ده كل من ناغشها مع المريض قبل العملية وكده فيه نقطة مهمة جدا اللي هو في العصم الحائر اللي هو بيغزي الصوت وبيغزي نعم أنا مع خبرة متواضعة جدا في هذه العملية أنه أنا أعتقد لأن نستير العملية هي من العمليات الطالعة لسه نحن ما شفنا العشان نقدر نحدد النسبة بتحت المضاعفات هبش هذا العصب نعم أنا أعتقد هي أقل خطورة بالنسبة لهبش هذا العصب أو يعني وضع هذا العصب في خطورة نعم فأنا أعتقد مستقبليا هذه العملية هتكون من العمليات المحببة جدا والجيدة جدا لإزارة الغدى عن طريق المنظر دكتور أنا قبل أختم معاك اللقاء بس أبغي شغلتين أول شغلة شو هي سبل الوقاية اللي ممكن أني أنا أحافظ فيها على الغدى الدراقية من أنها أما تزيد من إفراز الهرمون أو تقلل من إفراز الهرمون إذا ما كانت هناك أسباب أخرى هذا واحد أثنين كلمة أخيرة تبغي توجهها للمستمعين ده سوال جي جدا لكن أنا خصائي جراحة ده الخصائيين بتاع الغدى هون أدرة لكن بمعنى بسيط جدا إذا المريض يعني فيه هو بعد الأربعين سنة فيه الشك في بسمه الفحص الدوري فمن ضمنه بتعميل فحص هذا نعم إذا الأسرة فيها أمراض بتاع الغدى أنا أعتقد ومفترض يكون فيه نوع بتاع سكرينينج الكشف المبكر الله يكرمك نعم وبالإضافة لحاجة مهمة جدا إذا كانت الأسرة فيها مرض السرطاني للغدى أنا برضو أنصح أفراد الأسرة أنه يعملوا شكب الفحص الدوري نعم ومراجعة الطبيب جميل فهذا الفحص نسوي في الإيادات طبعا نعم نحن شاكري لك دكتور يعني هذه المعلومات القيمة دكتور ياسر أمين عبداللطيف استشاري الجراحة في مستشفى دبيك نتحدث عن خدمات متطورة لاستصال الغدى الدراقية في مستشفى دبيك نحن شاكري لك ونتمنى لكم التوفيق شكرا 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 نعم 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 فهذه مثال وايد مهمة يا جماعة الخير يعني ما بتخسر شيء إذا أنت عرفت والكشف مبكر محمود يوفر على الدولة ملايين التراهم لما أنت تكشف مبكرا عن مرض فإن عالجك في البداية أفضل وحياتك أنت تكون أفضل وبغض النظر عن توفير المباناة حياة الإنسان نفسها تكون يعني حتى توفيرك أنت لصحتك وتعرف الأمراض اللي فيك وتعرف الأشياء اللي لازم تسويها ولا ما تسويها فهذه مسألة ضرورية حد من الناس يقول لا أنا ما عرف أحسن تعرفين في هذه الفكرة عند الناس أو أنا بمرض بيبين غير شي ما بعرف أنه يعني بمرض جريب أو فيني ممكن يني مرض فلاني وهذه فكرة خاطئة لازم فيه وعي لازم يكون فيه وعي لأن دائما توجه أنه بالناس توصل يعني تكبر في السن وتكون بصحة لآخر وقت عموما نطلع فاصل بعد الفاصل بنتكلم عن موضوع جميل يخص أمراض الحوامل وتأثيرها على الجنين مع الدكتورة التغريد الجرجاوي استشاري أمراض الباطنية في مستشفى لطيفة فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامتكم صحة وسعادة أرغام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف عن نوردبي على الإنستجرام ضمن جهودها المستمرة للتقديم خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية للمرضى بشكل عام وللنساء الحوامل بشكل خاص حرصت هيئة الصحة بتبي ممثلة بمستشفى لطيفة على تعزيز الجانب الوقائي للأجنة والسيدات الحوامل بشكل عام من خلال التشخيص والكشف المبكر عن تشوهات الجنين خلال فترة الحمل للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة بنتقلع عن هذه الخدمات ودورها في حماية الطفولة والمجتمع بشكل عام يصرنا يكون معانا في الأستوديو الدكتورة تغريد الجرجاوي استشار الأمراض الباطنية للنساء الحوامل في مستشفى لطيفة صباحة شوارد دكتورة؟ صباحة الفل وورد واسمين عليكم وعلى كل مستمعينا وعليت بعد دكتورة وعطاقة الإيجابية يوم الأحد نزيل خلينا نتحدث عن الخدمات اللي يتقدمونها في مستشفى لطيفة في مجال الأمراض الباطنية للنساء والحوامل والأمراض الباطنية تختلف ما بين الحريم والرياية دكتورة؟ بالحمل نعم أمراض الباطنية معلومة لكل الناس مثل ضغط والسكر والقلب والكلة والرئة بالنسبة للأدلت البالغين من الرجال أو من السيدات خارج الحمل تعامل معاملة مختلفة تماما إذا كانت هذه الأمراض الباطنية أثناء الحمل أثناء الحمل الحامل مثلا عندها مرض كلا وحملت فأثناء الحمل بيكون هدفنا أنه مرض الكلة ما يأثر على الحمل أو الجنين وفي نفس الوقت الحمل ما يأثر على الكلة اللي عندها تعبانة شوية وما يسرع في عملية أنه تخسر كليتها أثناء الحمل فنحافظ على الكلة أثناء الحمل ونحافظ على نتائج الحمل على الأم والجنين صحيح ممتاز هني تفضل دكتور لا لا تفضل نقرأ المساجعكم بالتكلم سامي هي دكتور وسني يقول السلام عليكم لا أقدر أحصل تقرير عن طريق الاتصال لا التقرير لازم صاحب الشأن هو اللي يكون موجود صح؟ عشان سرية المعلومات ويحصل بعد هذا التقرير أنزل دكتور بعد إذنك أنا أخذ تطعيم العمرة وما كنتش عارف أني حامل هل له تأثير على الحمل؟ تطعيم العمرة اللي هو الإنفلونزا إنفلونزا وفي بعضهم يأخذون الحمى الشوكية أحياناً نعم فيها تأخذوا أثناء الحمل عادي ما يكون فيها تأثير نزيل وفوق هذا من يخلص؟ أوكي شكراً نزيل نرجع للموضوع دكتور دكتور تغريد شو أكثر الأمراض البطنية اللي تتشوفونها لعاني من النساء الحوامل ولتحتاج انتباه خاص إحنا المين بزنس بنشوف جميع أمراض البطنية اللي كانت موجودة في الست وأثناء الحمل بنحافظ عليها أو أمراض بطنية ظهرت في الحمل والحمد لله فريق الطبي الباطني في المستشفى لطيفة متميز الحمد لله باكتشاف أمراض بطنية ما كانت تعرف عنها السيدة أبداً إلا أثناء الحمل عندها أمراض دم مزمنة عندها أمراض صدر مزمنة أمراض قلب مزمنة لم تكتشف إلا بفريقنا الحمد لله المميز في اكتشاف هاي الأمراض أثناء الحمل تيجي بأعراض تفترض إنها هي بسبب الحمل لكن الحمد لله فريقنا بقدر يميز بين إنها بسبب الحمل أو هي أمراض مزمنة بس أكتر بيزنس أو أكتر مرض إحنا معتمدين عليه في يعني مرضانا بيصابه فيه أو إحنا إكسبوز لإله هو مرض السكر في الحمل صحيح فمرض السكر في الحمل هذا لأنه دولة الإمارات ومنطقتنا كلنا بشكل عام الميدل إيست كلها لدينا إصابة بالسكر عالية فمرضانا المصابين بالسكر ويحملوا أو أثناء الحمل سكر الحمل فإحنا بنتعامل مع سكر الحمل بشكل دقيق جدا حرصين جدا على نتائج جيدة جدا جدا يعني فعلا الحمد لله نتائجنا ممتازة في المستجفى رطيفة في الحفاظ على السكر والنتائج اللي طلعت منها نحن ما نتكلم عن أسباب وأعراض وخطورة هذا المرض على الجنين معاج الدكتورة بس ما ناخذ بمحمد معانا عبر الهاتف تفضل بمحمد صباح كله بالخير السلام عليكم السلام هل أخوي تفضل بس سارة عندي دكتورة نعم دكتورة عندي زوجتي عندها زلال في الكلة زلال في البول نعم فقالوا يعني طبعا هي مرتين جالة في الحمل الأول أول أنا الحمد لله عندي ثلاث ابناء الحمد لله وطبعا زلال يبقى معها بعد الحمل نعم محاولة هي حاليا حامل لا لا هي مش حامل لأن الدكتورة نفس حون حتى في مستشحة مستشحة وكذا المستشحة ممم ممم الافضل إن دام إنه مستمره معانا علي طول ممم صار لها سنينة حين أكثر عن عجرة ثنين موضوع ممم إنه نفضل ما تحمل بغد استنسر من الدكتورة يعني كيف حالة ونقالوا فيها خطورة عليها في هذا الحمل يعني عندك سؤال لا دكتور قامل ما يغلق لا أودحت الرئي شكرا شكرا هذا الدكتور يعني إذا إن شاء الله فارق طيب طيب هذا السؤال السؤال الثاني يقول ما هي الأسباب التي تجعل دكتورة الحمل توصف أدوية سيولة الدم للحامل وفي سؤال يقول دكتورة لا قدر الله تشوهات الجنين وما شابه بيبيان بيبيان أثناء الحمل بيبيان أثناء الحمل تفضل الدكتورة خلينا نرد على أبو محمد أول أبو محمد بيقول أنه عنده مرته اكتشفوا أن في عندها زلال بالبول وتنصحوا أنها ما تحمل مرة ثانية الزلال بالبول أثناء الحمل إحنا بنقدر نفرع بأنه هذا الزلال بالبول هو عبارة عن نتيجة ضغط الحمل السيء اللي هو بيطلع بأثناء الحمل اسمه بري ايكلامس لزموم الحمل ولا هو عبارة عن زلال من مرض يصيب الكلا بس إحنا شبها لنا أنه هو بأثناء الحمل بسبب الضغط فبنظلنا نتابع الست بعد ما تولد عشان نراقب هذا الزلال إذا راح تماما من جسمها وظائف كيلتها ممتازة فمعناته هذا كان مؤقت بسبب تليك مؤقت من الكلا للزلال أثناء الحمل بسبب الضغط لكن إذا استمر الزلال بعد الشهرين من الولادة معناته هذا بسببه أصلا قصور في الكلا فلازم متابعة الكلا هلأ للحفاظ على الكلا حسب الدرجة إذا هي من درجة واحد إلى خمسة فإذا كانت الكلا تبعت زوجته هي واحد أو اثنين فبقولولها احملي بس لازم تعرف أن أثناء الحمل ممكن أزائف الكلا شوية تسوق كل حمل لكن إذا كانت من ثلاثة إلى خمسة ينصح إنها مات عشان مات تخسر الكلا أكثر وأكثر صحيح فإذا عندها أكثر من عشر سنوات فلازم تشوف طبيب كلا ويحدد يس لازم تتابع من اليوم مع طبيب كلا زين دكتورة تشوهات الجنين وما شابه هل بيبين أثناء الحمل؟ في عندنا فريق الحمل المبكر في المستشفى اللطيفة ما شاء الله عليهم يعني خبرة في تشخيص تشوهات الجنينية كثير مبكر صحيح يعني إذا كان فيه تشوه أنتو كالطباء شو تنصحون الأولياء الأمور؟ تشوهات بالجنين أولا فريق الحمل المبكر بقعد معهم مع الزوجة والزوجة وبحكوا معهم بشكل يعني علمي وشكل فني كيف يقولوا لهم الخبر رقم واحد صحيح فرقم اثنين بقولوا لهم خطة العلاج وهل هذا يعني compatible for life حيعيش ما يعيش بكملوا معاه نعم صح طيب الأسباب التي تجعل دكتورة الحمل توصف أدوية سيولة الدم للحمل أدوية سيولة الدم عادة ما منضطر لها إلا إذا كانت في حاجة لإلها نعم إنه عندها قابلية للتجلط هي نفسها أو قابلية للمشيمة إنه تتجلط بسبب أمراض مزمنة صح صح فما منعطي عبر التجلط إلا لما نعمل ريسك أسسمنت كامل منحط كل النقاط اللي تستدعي بنجمعها ونطلب نعطيها إن شاء الله عندنا مكالمة من بوزايد بوزايد صباح الخير صباح نور كيف حالكم خير الله يسcame خ presence كيف حالك دكتورت أهلاً أهلاً الله يسعدك نحاط لك العافية إن شاء الله وزايد عشان وقت للبرنامج تفضل بس دكتورت عفونا أنا عندي زوجتي آه تعرضت للشعمة ما كانت تعرف أيها إليه حامل نعم ف periodic صوت عملية اللي هي ما عفش بيسوونة اللي آآ الورم الي في الصدر نعم شلوا منها مد شيء حاجة من الصدر أوكي وعملها عملية وصوله بنت كامل وعطوه سكنات نعم هذا كله هي حاملة هي كانت حاملة بسبوع أو سبعين تغريبا فالدكتورة تقول أنه يعني تسعين بنيتكم ما تكون في تشوهات في الجنين إن شاء الله هي حيب شهرة ثانية تغريبا نعم تغريبا حاليا فحنا متخوفين بني بنيت يعني من الأمور هذه يعني كل حد مثل ما يقولك حد يقول شي يعني هي عافون شنو على الأشعة اللي عملتها والله دكتورة ما يحرشون ما ممو جرام ولا شنو الأشعة العادية يعني الأشعة العادية مرت الصدر يعني مثل شي نعم هي تبع ما ممو جرام لا الأشعة الصدر العادية مو بأشعة تذي أشعة يعني اللي سونا وعطوها أكسري يعني بنج كامل طبعا والأمور هذه يقول في بنج عاطينها بنج نعم نعم فهي هي عملة العملية بالبنج أثناء الحمل الأول يعني سبع الأولى فهمت عليك أوكي لكن البنج كامل لأخذتها كامل رضوهم مسكنات بعد العمليات وهم تقريباً حوالي يومين وهي كلها بالمضادات ومسكنات لأنها تعبت شوي في عملية تسمع الإجابة شرم زائف هلأ بخصوص الأشعة اللي تعرضت لها لو شفنا وحدة الأشعة اللي بتتعرض لإلها الست إذا كانت أكتر من خمسين ممكن تئذ الطفل بس الـ X-ray 0.01% في الوحدة تاعتها فما يعني خطر الإكس-ray طول عمرهم الناس بقولك الإكس-ray 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 فاكتشف هلأ أنه الخطر جداً جداً ضئيل الخوف هلأ أكثر من الإكس-ray أنه التخدير العام أنه يعمل إجهاد للبيبي بس الحمد لله ما صار إجهاد وهي هيكملت الحمل بس شو تنصح هنا يسوي يعني في هاي الحالة حين ولا شي غير مراقبة الطفل بسونار نعم طيب في سؤال ثاني وصبغات الشعر بدون أمونيا بتأثر على الحمل هو لا يفضل يعني الصبغات لأنه ممكن تعمل تحسس والتحسس ردة فعله مبتختلف من ستلة الثانية حد اضطرنا نعطي أدوية كتير بضلط بضلط صحيح آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هلأ السد إذا كانت حامل وبعدين بعد العشرين أسبوع أصابها السكر بنقول إنه هذا سكر حمل. بس إذا كان فيها سكر لا اكتشفت إن فيه سكر قبل العشرين أسبوع هذا سكر مزمن مش سكر حمل. بس للأسف يعني يا حرام ستاتنا بحبوا إنهم يطمنوا نفسهم يقولوا لك أنا هذا سكر حمل وحيروخ بعد الولادة. بس إحنا بنحب دايما نأكد لهم إنه أي شيء بدأ قبل العشرين أسبوع هذا عادة مزمن. ولكن نتخلي بالك بعد الولادة إنه هذا حيصير مزمن. طيب. لكن إذا حملت أورديو هي عندها سكر في عندنا فريق مثقفات سكر يعني بس فريق كامل لتثقيف السكر. أثناء الحمل بعد الولادة ما قبل الحمل القادم شو الأحتياطات اللي تعملها حتى لو كانت سكر حمل قديم أو إنها سكر دائم وعايزة تحمل كل هذه التثقيفات عادة بنكلم السيدة فيها. جميل على عجالة دكتورة حبوب مانع الحمل في أحد يقول يعني سؤالي الدكتورة ما هي حبوب مانع الحمل واحد في تعليق ثاني قال سمعت وتصحى لي الدكتور أن موانع الحمل بأنواعها تسبب عقم مؤقت فهل هذا صحيح؟ موانع حمل معقم مؤقت المظهوط. مثل لما بتشيل الحبوب بترجع عادة طبيعية يعني. متى يعني ممكن موانع الحمل تأثر بالسلب على صحة المرأة؟ بالسلب حسب نوع الحبوب اللي بتاخدها. هذا موضوع يعني شوي كبير. لو هي عبارة عن إستروجين زائد بروجسترون لو هي بروجسترون لوحدها لو هي إستروجين لوحدها على البطانة فإلها أنواع كثيرة. الحبوب غير عن اللزقات غير عن. حلقة كاملة ياسم. حلقة كاملة ياسم. نحن عندنا قل من دقيقة بس دكتورة إذا بتعطينا الحملات التثقيفية اللي سوونا للحوامل والبرامج اللي تقدمونا في مستشفى لطيفة على عجالة؟ ما شاء الله إدارتنا يعني إدارة إبداعية ودائما بتشجعنا إحنا دائما أنه نعمل ورش عمل نعمل برامج تثقيفية كتيرا بقيادة دكتورة مونة تهلك ما شاء الله عليها دائما بتشجعها الأشياء. فعندنا ورشة عمل قادمة في أبريل 6 يوم الشهر القادم عن كل طرق منع الجلطات أثناء الحمل. كيف نمنع الجلطات وكيف نحمي السيدة الحامل من أي نوع من أنواع الجلطات أو الجلطات المشيمية المؤثرة على الجنين فيما بعد. وفي عنا في مي عن فقر الدم في الحمل كيف نعالجه ونحمي الست من نقل الدم لإلها نحميها أو يعني نخفف عنها إنها احتمالية. جميل. وفي عنا ورشة عمل مستقبليا إن شاء الله كيف تحول الممرضة إلى مثقفة سكر. شو هي الكميونيكيشن سكيلز اللي أنت تطورها فيها. مهارات التواصل. بسيطة أنت كثير على فكرة بتسعدي. نحن يبيني مترجمة لنا. أنا مترجمة لنا. بتخفيف علينا وطقة الحكي الصعب كيف نجيب. دكتور إن شاء الله يعني منتابع كل هذه الحملات وكل موضوع طرحتي يعني ضمن الحملات هي يحتاج حلقة كاملة للواحد يتحدث عنها. نحن شاكرين لك هذا التواجد ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في جنيع المواضيع. دكتورة تغريد الجرجاوي. استشاري الأمراض الباطنية للنساء الحوامل. شاكرين لك هذا التواجد وكل التوفيق شكرا جزيلا لك. وياكم الله يصلك. مشكورة دكتورة ندى الملة. شكرا لك. على الترجمة. دكتورة سلاش مترجمة. على كل شيء ما شاء الله عليك. بتاع كله متى ما تقولين أنت. ها؟ هاي هذا اللي داما نقول واحد لازم نكون بتاع كله. يمشي ومر في كل الأماكن. مشكورة دكتورة ناصر السليمي كان معنا في الأخراج ومحد كان معنا في التنسيق اليوم. لكن هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. مع العديد من المواضيع الأخرى. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.